كما جدعان هذه كلها عربية مرسيدس وهذا فرا ام جي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنتوا بتكلم على أول عربيتين أميلου أنا في مكان اللي هو بيبيع عربيات مسجدس في� المدينة النورج بتاعتي اللي奇 culturallyح بها أنا أعمل ق вкусية عن عربيتين اللي هو جيال إي العربيتين دول من أفهم العربيت من البيتما هاتو هم هنالىأمها هناك المكان اللي أنانعيش بها فأنا هشروحات لكو العربيت الأسعار هنا هم الأسعار هنا؟ مش الأسعار لإن أنا مش عارف الأسعار الكام هنا بس مشكلة يعني العربيت فشكلها حلو يعني انا وقفت وشفت المكان فقلت لأنا لازم اعمل هالريفيو ده شايفينه راية كل العربية دي كلها مساديس طبعا الفرع انا صورته مبارا وهصوره مبارا وانا ماشي فتعالنا شوف الموضوع عمل ازاي هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده ممكن بتحولي خمسمية متر قدامة وانت ماشي كده شايف الطريق كله فدي مرسيدس احدث واحدة اللي هي الوزراء والرؤساء ورجال الاعمال بيركبوها على طول دي طبعا ان انا صورتها من بره ان طبعا دي بتاعي اتوحد اشتراها فالناس اللي شغالين في المعرض هنا قالوا لي ما ينفحش اللي انت تاخد العربية وتصورها من جوه فانا صورتها من بره كده على السريع لان العربية دي من النادر جدا لما تلاقيها في المعرض هنا فريكو في العربية دي تعمل لها بتاعي حوالي مية وخمسين الف حاجة زي كده مية وخمسين الف استرليني تخيل عربية زي دي فحتى من جوه العربية حاجة فخامة الفخامة العربية من جوه فخمة اللي ده في كل مكان اللي هي الجلد الطبيعي فيها شاشتين بس او انا جدعي هس بميصيتا간 طبعا مش تشوف لانا مش موفل لانا افتح العربية من جوه بس ايها دي مرسيدز بنز في فارع نوريتش يا ربي يكون بس انا صورتها كاجوة كده على السريع لان انا عارف الناس حنا اردي شعرينا عربيات والكلام ده فمش عارف الا انا أفتح العربية من جوه بس اي دي كانت جولة كاله على السريع في مرسيدز بنز الياه في نوريتش هنا وان شاء الله هكون فيه جوالات جديدة و هتصور لي منتعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة